اشتركوا في القناة من وين اجت عنها هاي القاعدة؟ انا لما يكون عندي اقترانين لنفرض u و v بينهم عملية ضرب بدي اطلع المشتقة لهذول الاقترانين هلا بنعرف زي ما اخذنا بكالكولاس 1 انه مشتقة الضرب بتساوي الاول بمشتقة الثاني زائد الثاني بمشتقة الاول اذا اخذنا التكامل للطرفين نعرف انه التكامل مع المشتقة بيروح فبصفي عندي u b v بساوي تكامل u d v زائد تكامل v d u خلينا ننقل هذا للجهة الثانية فرح يصعر عندي تكامل u d v بساوي u b v minus تكامل v d u هيكا بنكون وصلنا للقاعدة العامة اللي رح نمشي فيها بالحال خلينا ناخد مثال عندي المثال الاول تكامل x e x dx هلأ اول اشي انا عشان امشي على هذا القانون بدي افرض اشي u و بدي افرض اشي d v مشان نحصل على هذا هلأ الاقتران اللي سهل اشتقها بافرضه u انا عندي x اشتقها اسهل من اني اشتق e x فرح افرضها هي u اذن e x dx هاي كاملة d v هلأ اليو رح اشتقها والd v رح اكاملها خلينا نشتق اليو هلأ قلنا اليو بتساوي x d u رح يتساوي واحد في dx d v قلنا e x خلينا نكامل d v فرح يطلع عندي v بتساوي e قوة x هلأ لحتى نوصل لهن اول اشي ان بحكيلي انه تكامل u d v بساوي u b v هي u وهي v فرح نضرب بيناتهم ماينس تكامل v ب d u هي v وهي d u رح نضربهم ببعض ماينس تكاملهم يعني رح يصير عندي بساوي x e x ناقص تكامل e قوة x بواحد ب d x هلأ الجواب عندي لازم يكون خالي من اي تكامل عشان هيك رح نكامل هذا كمان نعرف تكامل e قوة x هي نفسها e قوة x minus e قوة x بلوس c هلأ في طريقة تانية لما يكون انا عندي هنا اقتران كثير حدود اذا تمام هلأ اذا عندي اقتران هون كثير حدود في طريقة اسمها طريقة الجدول يعني بحط هنا u بحط dv u قلنا x و dv اللي هي ex اللي رح اعمله رح اضل اشتاق ب u لحد ما اوصل للصفر يعني اللي x مشتاقتها واحد بعدين صفر اللي هون بوقف رح اضل اكامل بال ex لحد ما اوصل لحد الصفر يعني رح اضلها تكرر نفسها هيك اللي رح نعمله رح نضرب بشكل قطري الاول مع الثاني والثاني مع الثالث هلأ رح تختلف الاشارة دائما بنبلش باشارة موجب بعدين صالب بعدين موجب بعدين صالب وهكذا فرح يطلع عندي الجواب اذا رح نمشي على هذا عبارة عن x x minus e قوة x بلوس c هو نفس الجواب اللي فوق تمام خلينا اخذ مثال تاني انا عندي تكامل e قوة cos x sin x sin 2x هلأ اول اشي رح نعمله بما انه عندي مطابق ضعف الزاوية رح نفككها لمص الزاوية يعني رح تصير عندي تكامل e cos b 2 cos نصف الزاوية b sin نصف الزاوية هلأ دائما لما اشوف انا عندي بور مش خطية دائما بفرضها او بنعمل عملية تعويض قبل ما نكمل بالأجزاء رح احكي مثلا هنا y بتساوي cos نشتق الطرفين ستصير عندي du بتساوي minus sin بدي احصل بس على dx فرح يصير عندي dy على minus sin بساوي dx نيجي نعوض هون سي عندي تكامل e قوة y باتنين الكوسين فرضناها y السين رح نخليها نفس ما هي لأنه dx رح نعوض مكانها هذا كامل فرح تروح السين مع السين هاي السين مع السين بتروح نطلع المينس دينين بجا minus دينين تكامل e قوة y by dy dy رجع عنا نفس المثال اللي فوق بنحلو عن نفس الطريقة يا إما بالجداول يا إما بالطريقة نفسها إنه بفرض u و dv ومنشتقه من كامل تمام هلا عندي هذا المثال عندي تكامل e قوة x cos x dx هلا دايما لما يكون في عندي e قوة x أو e قوة i بور مع الكوسين هون رح يكون إشي اسمه أجزاء دوري شو يعني أجزاء دوري يعني بكرر نفسه بالجواب التكامل بكرر نفسه بالجواب خلينا نشوف كيف هلا خلينا نمشي عادي أنا عندي اقتران سهل أشتقه واقتران سهل أكامله بنفرض u و dv خلينا نشتقه d u ساوي e قوة x نفسها و v رح تساوي sin الاكس قلنا نضرب ماينس تكامل فرح تساوي عندي تكامل e قوة x فنقل بالسؤال بساوي u b v ماينس تكامل v du تمام هلا أنا طلع عندي تكامل قلنا بالجواب ما بدنا ولا تكامل فهلا رح نكامل هذا تكامل النفس الطريقة بالأجزاء فرح أفرض u بتساوي e قوة x و dv sin نشتق رح تطلع عندي e قوة x بنكامل قلنا ضرب ماينس تكامل فرح تساوي عندي هذا الاقتران له تكامل e قوة x لهو بالسؤال بكوسين e قوة x sin x ماينس هذا الحد كامل رح نحط مكانه لهو u ب v ماينس تكامل u a v ب du رح تساوي عندي u ب v هي ماينس بكوسين تمام ناقص تكامل e قوة x بالكوسين هي v ب du هي ماينس كوسين خلينا نوزع الإشارة السالبة هاي رح تصير موجبة هاي رح تصير موجبة فرح يطلع السالب عندي بره فرح يصير هلا انا عندي هون تكامل e قوة x كوسين عندي هون تكامل اه اوكي عندي تكامل كوسين في e قوة x نفسه اللي رح نعمله رح نجيب هذا الطرف اللي هو نفسه ننقله للطرف الثاني فرح يصير عندي هون زائد تكامل e قوة x كوسين هلا اذا بدنا نرجع نكتب السؤال رح يصير هيك تكامل هلا هون عندي تكامل e قوة x زائد واحد رح يصير عندي تينان تكامل بساوي e قوة x بساين ماينس اه سوري زائد e قوة x كوسين لازم انا يكون عندي هذا الحد نفس السؤال انا عندي تنين زيادة فبقسم عليها على تنين وهيك صار عندي تكامل e قوة x كوسين e قوة x زائد على تنين زائد هذا هو الحل النهائي ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة